طبعا بما أننا موجودين في قرية الأبعدية وكنا بنتكلم في بداية الحلقة مع حضراتكو أن احنا موجودين النهاردة مش عشان فقط الأبعدية لكن احنا موجودين لتغطية كل المشروعات اللي حصلت في المحافظة بشكل عام في مركز دامنهور عشان نشوف ايه التطوير اللي حصل في المحافظة بشكل عام والخدمات اللي بتقدم للأهالي هنا طبعا مركز المدينة دامنهور من المراكز المهمة جدا اللي حصل فيها تطوير بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت هنرصده دلوقتي مع ضفنا لأستاذ محمد كوجوك رئيس مركز ومدينة دمنهور اللي مناورنا صباح الخير عليك أستاذ محمد صباح الخير يا فندم نورتونا ونورت مركز دمنهور ومحافظة البحيرة بالكامل يا أهلا بيك يا فندم مناورة بأهلها وناسها أستاذ محمد شفت إزاي فرحة الإهالي بالتطوير اللي حصل طبعاً وهي فعلاً اللي حصل في محافظة البحيرة في ست مراكز في محافظة البحيرة وتحديدا مركز زمنهور اعتباره احد المراكز اللي تم فيها حياة كريمة على مستوى محافظة البحيرة ما كانش بفعلا احنا ما كنش نحلم بجزء من اللي تم مركز زمنهور في مشروعات تمت خلال السنة ونص اللي فاتوا من اول حياة كريمة ما بدأت من اول ما اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشغل اللي تم في مركز زمنهور من اكبر مراكز محافظة البحيرة وعاصمة محافظة البحيرة في سبع مجالس كرة في سبع وخمسين عمودية في تمنمية واحد وعشرين تابع شغالين تقريبا في السبع مجالس كرة شغالين فيهم حياة كريمة في كل القطاعات سواء إنشاءات أو طرق أو مرافق من غاز لمية الكهرباء لجيره فالشغل اللي بيتم في محافظة البحيرة وفي مركز زمنهور تحديدا بجد شغل عالي جدا مبالغ طائلة مليارات بتصرف يوميا لتطوير الحياة في كرة ريف محافظة البحيرة وتحديدا مركز زمنهور الناس لما شافت اللي بيحصل ده هو ده كان نتيجة للفرحة التلقائية والاحتفالية بوجود سياتر رئيس مبالغ احنا في احتفالية بقالنا كام يوم بسبب اللي حاصل في الأبعدية تحديدا وفي كل كرة مركز زمنهور اللي بيحصل النهاردة في مركز زمنهور وخصوصا يعني فيه بند بس يعني بند الصرف الصحي اللي بيحصل في بند الصرف الصحي لو حياة كريمة بس ما جابتش غير الصرف الصحي فهي عملت إنجاز فما بالك ان احنا بنشتغل في كل القطعات في وقت واحد الدولة النهاردة بتشتغل بتصرف مليارات في جميع القطعات من تعليم لصحة لصرف الكهرباء لجهاز لشباب ورياضة لتضامن لمباني خدمية لمباني زراعية انت بتحولي النهاردة القرية لمدينة متكاملة بكل قطعاتها وكل احتياجاتها عزيما نعيز اتكلم مع حدك عن الكورنيش كمان ايه اللي تم في الكورنيش ايه التطوير اللي تم في الكورنيش كورنيش ده منهور كورنيش ده منهور وطبعا كان في فترة سيادة اللواء هشام أمنى محافظة البحيرة كان تم العمل في الكورنيش في قطاع من اللي هو اتجاه زاوية غزال وبدأ التطوير من اول زاوية غزال او تحديدا من قدام المستشفى العام لحد نهاية منطقة ابو الريش شغالين حاليا وان شاء الله نخلص في حلال اسبوعين او ثلاثة ننتهي من المرحلة الاولى وهنبدأ ان شاء الله عمدة انارة باستراحات كل حاجة تطوير وانارة هو تكلفة المرحلة الاولى حوالي 50 مليون جنيه وان شاء الله مخطط للمرحلة التانية لاتجاه التاني من الكورنيش تقريبا نفس المبلغ بحيث يتم استكمال الكورنيش من تطوير عمل بلدرات عمل كراسي انارة بشكل محترم جدا جدا انت بتغير الشكل الكامل لمدينة دامنهون طيب احراك بتتعامل يوميا مع الاهالي في قارة الابعاد اكيد ويعني لما يجوا يتكلموا معاك ويقولوا لك احنا كان فارق معانا قوي واحد اتنين ثلاثة قول لي كده واحد اتنين ثلاثة من الحاجات اللي الناس قلت لك انها فارق معانا في الحاجات اللي كانت فارقة هنا كده ان ما كانش عندهم مكتب بريد ما كانش عندهم سجل مدني ما كانش عندهم بريد هو يمكن البريد كان موجود هنا بس من فترة قريبة سجل مدني ما كانش مكتب تموين في حاجات كتير من المرافق ما كانتش متوفرة هنا واحدة طب الاسرة اللي اتعمد هنا النهاردة هتغنيهم ان هم يروحوا المدينة للمستشفى العام سجل مدني مش محتاج ان هو يروح لمدرية الامنة او ينزل المدينة الحاجات اللي اتعملت كلها النهاردة اي مواطن في الابعادية مش محتاج ان هو المدينة في اي شيء كل احتياجاته متوفرة داخل القرية بتاعته من مدارس سجل مدني شعر عقاري بريد مكتب تموين مجمع الخدمات فيه سبع انشطة شغالين وحدة محلية متكاملة فيها مركز تكنولوجي بيقدم كل المرافق والاحتياجات او كل الخدمات اللي بتوفرها الدولة من خلال البوابة الالكترونية للحكومة فمتوفر كل الخدمات المتعلقة بالمواطن من الالف للياء داخل القرية نفسها مش محتاج ان هو ييجي للمدينة في شيء طيب طبيعة التعاون ما بين مركز ومدينة دمنهور ومؤسسة حياة كريمة ازاي قدمت لهم التسهيلات التواصل كان عامل ازاي احنا تعريبة متواصلين بشكل يوم يعني فيه قوافل كتير اتعاملت فيه توزيع كراتين لمؤسسة حياة كريمة حياة كريمة بتشرف معنا على الانشاءات اللي بتتم بتاعة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس اللي هي حياة كريمة من الالف للياء بيتعامل قوافل طبية وقوافل اجتماعية مع الاهالي بينزلوا ويتعامل تسقيف للاهالي بالمشاركة ما بيننا اتعامل قوافل لزراعة الاشجار خصوصا الاشجار المسمرة لا احنا على تواصل تقريبا بشبه يومي مع مؤسسة حياة كريمة هم ناس متعاونين جدا وبأمانة هم مختارين بعناية بيتعاملوا مع الناس بطريقة محترمة جدا بيوفروا لهم كل احتياجاتهم بينزلوا للناس على ارض الواقع ويشوفوا احتياجاتهم ايه وبنحاول قدر الامكان من ناحيتنا ومن ناحيتهم بنوفلهم اللي هم محتاجين بحس في الاخر ان ما يبقاش فيه اي احتياج لأي مواطن قدر الامكان بيتم توفيرها الابعدية هي القرية الاكتر حظا من 42 قرية اللي طبعا يعني حصل لها التطوير في اطار مبادرة الرئاسة حياة كريمة لكن اكيد في 41 قرية تانين برضو كان لهم حظ انهم يحصل لهم تطوير من القرية بعد قرية الابعدية اللي كان لها نصيب كبير في الخدمات بص يمكن قرية الابعدية اللي خلاها هي مش اكثر حظا ولا حاجة كل الكرة زي بعضها بالضبط وكل الكرة بتاخد نفس الخدمات بس هي قرية الابعدية يمكن قبل ما نبدأ حياة كريمة كان فيها الصرف الصحي حضرتك عارفة ان الحاجات دي بتتبني على بعضها يعني منفعش اعمل مية ولا اعمل غاز ولا اعمل كهربة الا لما خلص صرف صحي فقرية الابعدية كان الصرف الصحي فيها خالص من الاول فبدأوا يشتغلوا مباشرة في المية وفي الكهرباء وفي الجهاز فعشان كده بدأت او انتهت بسرعة انما كل الكرة بلا استثناء النهاردة بيتم تشريب العمل فيها في حياة كريمة بعد ما انتهوا من الصرف من خطوط الانحضار وخطوط الطرد ومحطات الرافع والمعالجة بدأوا يشتغلوا في الجهاز وفي التليفونات يعني كل الكرة برضه ازينا اكد عن نقطة دي كل الكرة في مركز ومدينة ده منهور شغالين في الصرف الصحيح احنا 57 عمدية شغالين فيهم في 57 عمدية بلا استثناء حتى الكرة اللي هي اللي مش داخلة معنا اللي هي التوابع والعزب والكلام من دوت معمول حسابها في محطات المعالجة ان ان شاء الله اول ما نشتغل فيها لا معمول حسابة احنا عندنا اربع محطات معالجة تم انشاؤهم ومحطة معالجة الخيري تم تطويرها بحس يتم استعاب كل الكرة اللي هتربط عليها فيما بعد لو جينا قلنا بقى بعد كده غير ان احنا تكلمنا مع الاهالي وزي ما احنا شوفنا من بداية الحلقة الاهالي كلهم كانوا سعداء وكان فيه فرحة تلقائية كده بوجود سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتقد ان ده ظهر بشكل كبير جدا سابقة ما حصلتش سابقة ما حصلتش ابدا في تاريخ القرية ولا في تاريخ المحافظة ان استفقامة الرئيس ينزل قرية من الكرة ويتفقد قرية من الكرة في مركز ده منهور ما حصلتش ابدا كده او في محافظة البحيرة عامة يمكن كان اخر زيارة لمحافظة البحيرة الرئيس كان السيد رئيس محمد حسن مبارك رحمة الله عليه كانت لرشيد كانت 2010 تقريبا انما الرئيس انها انبارح نزل والاهالي كانوا مقابلينه بحفاوة كبيرة جدا 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 يمكن كانوا من الفجر او بعد الفجر وهم عادي منتظرين قدومه وكانوا واقفين في الشوارع بالكامل من حتى فقامة الرئيس لما نزل على المباني مر عليها وخاد الطريق بالكامل ماشا على الاقدام ما ركبش العربيات ولا الركاب كان مجدول المركز التكنولوجي لحد المجمع الخدمات الزراعية بالكامل ماشا على الاقدام وكان بيسلم على المواطنين والمواطنين كانوا فعلا يعني كان نايس عليهم ومشي لهم من على الارض لان اللي عملوا بجد ما كناش نحلم بيه احنا كان اقصى حلم عندنا كل سنة في الخطة الاسمارية ان احنا نحط مشروع من احنا بننفذ النهاردة في مدينة دامنهول لوحدها ما يقرب من 900 مشروع تحديدا حوالي 650 مشروع بيتنفذوا احنا كنا لما بنحط في الخطة الاسمارية مشروع او اتنين منهم احنا كنا بنبقى عملنا انجاز في الخطة الاسمارية فما بالك النهاردة انت بيشتغلي فحوالي 600 مشروع في وقت واحد وفي نفس الوقت الدولة بتدينا الخطة الاسمارية للمدينة يعني احنا مش بنتكلم في حياة كريمة بس فالفلوس اللي كانت بتتوزع على القرى لقيت نهاردة بقت على قد المدينة فبعد ما كنا بنعمل شارع او اتنين في المدينة بنطورهم كل سنة احنا النهاردة بنطور حوالي 20 شارع في المدينة فهي حياة كريمة مدينة وقرى طيب استاذ محمد من خلال لقاءاتنا مع الناس سواء النهاردة او في جولة كاميرا صباح الخير يا مصر في الابعدية الناس مبسوطة والناس حاسة ان في حاجة بالفعلة حصلت في قريتهم واللي عجبني اكتر ان عندهم درجة عالية جدا من الوعي في الحفاظ على ما تم بنائه فازاي نستغل حالة الوعي اللي عند الناس وانتوا بمساعدتكم لان انتوا برضو مسؤولين عن الحفاظ على المكتسبات اللي حصلت فهلا يكون في جولات ميدانية حملات توقية للاهالي للحفاظ على ما تم حتى هذه اللحظة بيتم فعلا وده بيتم بمشاركة مع مؤسسة حياة كريمة بتعامل لقاءات كتير مع الاهالي وعلى فكرة يمكن فيه ميزة جميلة جدا في مبادرة حياة كريمة النساء فخامة الرئيس ما قال مبارح الدولة والرئيس مش هيعمل حاجة لوحده عايز تعمل لازم المجتمع يشاركك عشان تقدر تحافظ على المكتسبات لازم المجتمع يساعدك احنا يمكن اول المبادرة ما بدأت كان فيه لقاءات كتير جدا جدا مع المواطنين وفيه قطع اراضي كتير من اللي تم تنفيذ مشروعات عليها تبرع من الاهالي نتيجة وعيهم باحتياجهم لبعض المرافق اتعامل لقاءات مع الوحدات المحلية اتعامل لقاءات كتير جدا مع مؤسسة حياة كريمة كان منها لقاءات داخل الكرة ومنها لقاءات مجمعة في المدينة نفسها مع بعض المواطنين لقاء الناس عندها وعي وعندها ادراك للدولة بتعمله وان شاء الله اتوقع ان هيتم المحافظة بل وتعظيم اللي بيتم النهارة من شوية كده كان قاعد معنا عام إبراهيم حبيب واحد من اهالي القرية وكان بيقول ان حياة كريمة عدت من هنا لو ينفع يتقال الجملة دي كان بيقول ان الشارع اللي احنا عاديين فيه واللي احنا بنصور فيه دلوقتي ده كان فيه ترعة ما كانش فيه شارع ولا كان فيه حتة مرصوف ولا ده كان فيه ترعة فرق الرهيب بتاع ان احنا شايفين شارع اسفلتي ممهد وصلوا مرافق كاملة من ترعة ما كانتش نظيفة وكانت نقلة للامراض والحشرات اعتقد ده فرق قوي فرق رهيب فرق رهيب فرق رهيب كانت بتشوف منظر غير حضاري وغير صحي بالنسبة لها فرق ما بين اللي بيحصل النهاردة واللي كان موجود زمان عايزة حسي بيه فعلا انزلي الكرة اللي لسه ما بدأتش مبادرة حياة كريمة فيها انتي اقصى زي ما بقوله حالك اقصى حلم الناس بتحلموا في الكرة اللي لسه حياة كريمة ما بدأتش فيها او كرة قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يطلق مبادرة حياة كريمة كان اقصى حلم يحلمون ان يبقى عندهم مشروع صرفي صحيح كان الاهالي بيجمعهم من بعض ويعملوا مشروعات عشوائية صرفي ازاي وفي الاخر كانت بتصب في مصارف وبتصب في ترع في بعض الاحيان وده كان بيعود علينا بالامراض وعلى ولادنا وعلى ولادهم وكل شوية مشروع الصرفي في مشاكل فانت النهاردة لا بالعكس ده انت النهاردة وفرت لهم حياة ادمية محترمة عملت قرية تضاهي او كرة تضاهي اعظم كرة على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر بحالها فلا الوضع اختلف اختلف تماما وعشان كده احنا دايما لما بيقول ان فيه خطة ففيه خطة احنا شغالين في كل المشروعات بالتوازي يعني احنا قلت دلوقتي مثلا ان احنا موضوع الترع وده ايه موضوع الترع ده كان ناقل للامراض وفي نفس الوقت شغالين فيه القطاع الصحي وبنخفف الضغط على القطاع الصحي باننا يا اما بقى هذه الترع تكون صرف مغطى يتم تطهيرها يتم زي ما بنشوف يعني عملت بطين الترع اللي بتتم في المحافظة فاعتقد ان كل هزي المشروعات لما بتتم بالتوازي بيؤكد ان احنا ماشيين بالفعل صح صح فعلا احنا يمكن كان عندنا مشكلة دايما في ان التخطيط عندنا ضعيف شوية يعني كان ممكن تلاقي في بعض الاحيان احنا بنرسف شارع لكن في نفس الوقت مثلا قطاع الكهرابة او قطاع المية عندهم خط مية او خط كهرابة محتاج تغيير نرجع نحفره دايما لكن مفيش اسمدات ليها لانه نرجع نحفر الشارع تايما فنرجع نحفر السنة اللي بعدها طب ويقولك اصلا انا بتفعلك رد شيء لاصله ما في الاول ولا في الاخر ده كله من ميزانية الدولة يعني مع احترامي ما انت بتفسر شارع اولا رد فعلها عند المواطن بيكون سيء جدا جدا وليهم حق طب انا اقولك انت لسه عامله انت لسه عامله من شهرين تلاتة او من سنة او من اتنين ملاحقش المفروض ان الطريق اللي اترصف ده على الاقل لعشرين سنة ما جيش جنبه النهاردة انت زي ما قلت الحاليك انت بتبني حاجات على بعضها في الاخر خالص بتقفل بالاسفل مش هتيجي جنب الطريق عن طريق زي اللي احنا اقفين فيه حاليا او اقعدين فيه حاليا ان شاء الله على الاقل لعشر خمستاشر سنة لما تبدأ تفكر تعمل فيه اي شيء لانه كل البنية اللي تحتية تحت منه جاهزة مزبوطة اي حاجة فيها كانت بكتاجها تضبيط الزبط اللي مش موجودة عمل فانت النهاردة بتبني حاجات صحة بتخطط صحة مش تخطيط عشوائي زي ما كان الاول فكرة صيانة اللي اتعمل وفكرة المحافظة عليه وفكرة مبادرات التوعية اللي بتحصل علشان الناس تقدر تحافظ على الحاجة اللي اتعملت اعتقد ده واحد من اهم الحاجات اللي هتبقوا شغالين عليها الفترة الجانب النهاردة على فكرة يمكن الفترة اللي احنا فيها ديها دايما لما بنيجي نحط الخطط بتاعتنا سواء وحدات محلية او شركات بقى بند رئيسي عندنا دايما صيانة المكتسبات بتاعتنا او المشروعات ده بند لازم يتحط في اي ميزانية بنعملها عشان اللي نعمله نحافظ عليه اكيد بستاذ محمد كوجوك رئيس مركز ومدينة دامنهون نورتنا وشرفتنا شكرا ربنا يخليكم افندوا وشرفتونا ونورتونا وشكرا لحضركم